بمناسبة بقى الزيارة دي ومناسبة المعاملة الكريمة اللي تكلم عنها حازم عبدالعظيم ومناسبة احترام المساجين وزاوي المساجين كتبت الناشطة مونة سيف كتبت عن التفتيش في السجون ومونة بنوتا ست يعني او بنوتا كتبت عن التفتيش في السجون وزين واحدة من اللي بيفتشوا عليها تحرشت بيهم كتبت مونة بتقول البوص ده اللي عن التفتيش في السجون خلاني اقرر اشارك قصة صغيرة تخصودي من 3 اسابيع كنا رايحين زيارة على علاء في السجن الشديد الحراسة 2 اتفتشنا برا على البوابة الاساسية وبعدين جوه السجن نفسه فيه فقرة تفتيش تانية قبل الزيارة على طول دخلت غرفة التفتيش والست كانت بتتعامل بتهزيب وقالتلي باعتذر رفعت ايدي وممدتها بعيد عشان اسبها تفتش جسمي وقلت لها مفيش مشكلة عمت رفع البلوزة بتاعتي كنت لسه قبلها بفكر ازاينا تعودت على فقرة التفتيش بالتحسيس على جسمي من فوق الهدوم وازاي تبلدت ناحيتها قامت الست اللي بتفتشني دبق ديها ما بين البراء وسدري البراء اللي هو حمالة السدري يعني البراء وسدري ولمسة سدري جسمي اتخشب وزقيت ايديها وبغضب مكتوب جدا قلت لها وقافي حالا قالتلي ده تفتيش رديت انا بقالي خمس سنين بتفتش في سجون عمري ما حد فتشني بالطريقة دي ومش هتفتش بالطريقة دي ومعنديش مشكلة اطلع اقول ده الرئيس المباحث باستعجاب شديد ردت علي قالتلي انت اول واحدة تعترضني وخرجنا فعلا وقلت له انا ممتنع عن التفتيش انا عند المرحلة دي كنت انفجرت وشطت وطلعت اصرخ بان ده مش مقبول وكنت بترعش من كتر الغضب ومن كتر ما كنت عايزة اعيط في نفس الوقت وانا بصرخ كنت بقوله انها اتعاملت معايا بتهزيم لاني كنت محشورة في احساسي انها اعتذرتلي قبل ما تتحرش بجسمي ولاني كنت حاسة ان المزعج انها ما كانتش بتحاول تهني المزعج انها مصدقة انها كده بتعمل شغلها رابق ايسان بباحث قال لها مش عند الجهاز فاتشيها بالجهاز ودخلت كملت التفتيش الموقف ده يبان بس بسيط وعابر جدا وانش مفروض اعطل عنده قدام كم الحاجات اللي بشوفها بس انا قعدت اسبوع بعده مش متزنة نومي وحش جدا وكل شوية بيتردد في دماغي صوتها وبتقول انت اول واحدة تعترضني كم الحاجات اللي الاهالي بيتعرضوا لها وبيضطروا يقبلوها في اجسامهم او اجسادهم وفي صحتهم النفسية والجسدية وفي عيالهم الصغيرين عشان خايفين يبقوا هما تلكيكة جديدة لازى اكتر لحبيبهم اللي في السجون تقيل وصعب ولا يمكن تتخيلوه لازم حد يعيشوا عشان يفهموا ده عن المرؤة ودي ست او بنت اتعرضت للتحرش من ست زيها في السجن اذا عبدالفتاح السيسي بعد ما وصلكو للفقر المالي للجوع وصلكو كمان لفقر المرؤة ان انتو مش بتحتارموا حتى الستات او اللي جايين يزوروا المساجين اللي بيتهانوا جوه فبقى المساجين بيتهانوا جوه وزويهم بيتهانوا برا وعلى فكرة برا كمان بيتعاملوا معاهم بالضرب والاهانة وايضا بالتحرش